بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزاء الطلبة ورحمة الله وبركاته سأتكلم اليوم إن شاء الله عن المحاضرة نقوم ستة الصخور الرسوبية والصخور المتحولة نحن أخذنا في المحاضرة السابقة الصخور النارية النوع الأول من الصخور وتكلمنا عنها بالتفصيل اليوم سنتكلم إن شاء الله عن الصخور الرسوبية والصخور المتحولة وأحاول قدر الإمكان أن أختصر تعرفون أن الصخور الرسوبية بالحقيقة هي النوع الثاني من الصخور اللي هي بعد الصخور النارية بالشكل العام نحن متفقين أن أصل الأول لجسم الأرض أو للأرض هي الصخور النارية مع جزء قليل من الصخور المتحولة أما الصخور الرسوبية هي نتجة بعد الصخور النارية والمتحولة ولأسباب عديدة وهنا أتكلم عن نجأة الأرب بعد وجود الغلاف الجوي والغلاف الحياتي والغلاف المائي أدى إلى تأثير هذه العوامل مثل الماء والرياح أدى إلى تأثيرها على الصخور النارية وبالتالي أدت إلى تكسيرها نتيجة عمليتها التجوية التالية أدى إلى تكوين رواسب اللي هي بالحقيقة اللي تنتج منعتها الصخور الرسوبية لذلك هنا يقول الصخور الرسوبية من ترسيب المواد المفتتة أو الذائبة في الماء إذا قلنا هنا أن الرواسب هي مفتتة فهذا ينتج النوع الأول من الصخور الرسوبية الفتاتية أو الميكانيكية وإذا كانت الرواسب هي بالأصل ذائبة في الماء فتنتج أدنى الصخور الرسوبية الكيميائية هذه نقطة أولى النقطة الثانية أنه تنتج كل الصخور الرسوبية تنتج من تعرض النارية والرسوبية أيضا ممكن والمتحولة إلى التجوية أو إلى نشاط ميكانيكي اللي إحنا ندعوه بالتجوية الميكانيكية هذا أولا اللي يأدي إلى تكسير الصخور بفعل الرياح والأمطار والأوماج البحرية والنوع الثاني اللي هو اللي يأثر على الذائبة في الماء اللي هي التجوية الكيميائية اللي تؤدي إلى التحلل الكيميائي لمأظم المعادن الصخور تبدأ تحللها كيميائيا عوامل النقل كالمياه عوامل النقل منه للتجوية الكيميائية المياه الجارية الرياح الجليد هذه تقوم بنقل المعادن المتحللة والفتات كمكونات صلبة أو ذائبة يعني النقل هي بالتأكيد المياه مثل ما ذكرنا هنا والأمطار والرياح تحاول أن تنقل النواتج التجوية الميكانيكية والتجوية الكيميائية زيان بعد ما تبدأ تنقلها بالتأكيد هذه تحتاج أنه يكون هناك بيزن أو حوض تترسب هذه الرواسم أو المواد الصلبة وبالتأكيد هنا بمعنى ضعف التيار يعني نهاية التيار ضعف الهواء الحامل لها يعني مثلا في العراق الرواسب في المنطقة الشمالية وتبديها إلى المنطقة المنخفضة اللي هي في الجنوب بتالي هذه الرواسب راح تبدي وكأنما نحن نجي نقسمها إلى مرحلة مرحلة انتهاء طاقة التيار وبالتالي تترسب الرواسب زيان زيان أما المواد المذابة فتترسب بعد تبخر الماء يعني الحاوي على الرواسب زيان البيئات الرسوبية البيئات الرسوبية اللي تترسب بها الرواسب مثل الصحراء بالتأكيد احنا هنا في من نروح على مثلا الطريق السريع اللاحظ جدا واضح الرواسب اللي هي الكثبان الرملية وسفوح الجبال يعني نقصد بها المناطق المنبسطة والسهولة الفيضية حول الأنهار السهولة الفيضية حول الأنهار اللي هي يعني 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 ممكن ترسب بها الرواسب بشكل كبير بالبحار أيضا المحيطات والبحيرات حيث تتكون الرواسب الملحية ثم بعد ذلك تتماسك وتتكون لنا الصخور الرسوبية تعالي هنا وياه يشوف هذي عملية التماسك عملية التماسك بالتأكيد تتقول هسا عندي بس رواسب شون سهل الصخور الرسوبية هنا عدنا طريقين صراحة للتماسك الرواسب وتكوينها للصخور الرسوبية عملية التماسك يعني حبيبة تلتسق بحبيبة أخرى حبيبة تلتسق بحبيبة أخرى بواسطة مادة لاحمة وهذه المادة اللاحمة مثل الأكسيد الحديد السيليكي أو كاربونات الكاليسيوم نزين أو لا إذا ما نمجدت هذه المادة اللاحمة راح تتماسك هذا الرواسب بفعل الضغط يعني ضغط يعني ضغط على الرواسب السفلة بالتالي راح تنتزع الفراغات الحاوية على الماء الهواء بالتالي تتماسك الحبابات تتقارب بعضها البعض وتتسلب مزين شوفوا ياي هذه هنا صورة توضح الرواسب المنقولة في بيئات رسوبية مثلا هنا الدلتا الدلتا المنطقة اللي هي يعني شوف هذا الرواسب المنطقة اللي تلتقي بين النهر والبحر الجونز الكثبان الرملية هذه شايفية احنا بالتاكي يعني عبارة عن هذه باعو هنا حتى علامات النايم واضحة رواسب واضحة يعني كثبان الرملية جاء تنتقل من منطقة لمنطقة نتيجة الرياح هنا ايضا عندك البيتش ساحة نتيجة تقدم وتراجع البحر تبدأ الرواسب يعني تتكون هنا ايضا الجلاشة مارين هذه الجلاشة يعني الجليد نعم انواع الصخور الرسوبية النوع الاول هو الصخور الرسوبية الفتاتية واللي ينتج نتيجة التجوية الميكانيكية هذه الصورة توضح الرواسب الفتاتية او الصخور الرسوبية الفتاتية وعادة ان تكون هذه انميزها بواسطة السايز او الحجم يعني تكون من اقل حجم كلي ماد صول ساند و غرافل او كونغلماريت او بريشيا ذاني كل هنه الصخور الرسوبية الفتاتية النوع الثاني لا الصخور الرسوبية الكيميائية الكيميائية يدخل هنا هنا عامل الماء لاحظوا هنا ايقلك افابورايت ديبوزيتز يعني رواسب المتبخرات يعني الرواسب ذائبة في الماء يعني صار كمحلول يعني ذائب بالماء مو منقول بالماء يعني مو الحبيبة موجودة داخل الماء وجاية تدحرج وتنتقل لا يعني الراسب نسيته ذرات هذه ذائبة مثل المثال عليها الجبسم مثل الجبسم زين تلاحظوا هنا حتى الحبيبات عادة تكون بري بري فاين بعد تبخر الماء تكون بهذا الشكل عده طبعا النوع الثالث اللي انا ما ذكرته اللي هي الصخور السوبية الحياتية يعني هي بالاصل يعني تكون عبارة عن يعني كائنات حية يعني عضوية مئة بالمئة هذه ندعوها مثل مثل النباتات مثل الحيوانات مثل يعني مثل الديناصور والآخرين هاي يقول الصخور السوبية كيميائية الآن نجي الى نقاط مهمة شين مميزات العامة للصخور الرسوبية طبعا هنا النقطة الأولى مهمة جدا النقطة الأولى يقول دائما نقطة قانون هذي انه دائما في الطبيعة من تترسب الرواسب راح تتكون على شكل هيئة طبقات متتابعة متتابعة هذي الطبقات المتتابعة يعني بهذا الشكل إذا نرجع هنا تكون يعني هذي طبقة ثم ترسب الطبقة أخرى ثم ترسب الطبقة أخرى هذي طبقة هذي طبقة هذي طبقة والآخرين هذي الطبقات من تترسب يقول يقول حسب يعني قانون relative dating principle تاريخ النسبي قانون تاريخ النسبي يقول دائما من تترسب الرواسب تترسب بشكل ولكل طبقة رح تأخذ زمن فلما تترسب الطبقات الأعلى منعتها رح تكون هي الأحدث وإذا ترسبت هذه رح تكون الأحدث وهذه الأحدث وهكذا بمعنى بمعنى أن الرواسب هي يعني تكون بالأسفل تكون هي الأقدم ثم الأعلى هي الأحدث ولكل طبقة من هذه الطبقات إلها ظروف وبيئة ترسيب وكذلك إلها عمر زين وهذه الطبقات بالتالي رح تختلف نعم باللون مثل ما لاحظنا بالسمك بالتركيب وإلى آخر زين تحت والسخور الرسوبية لاحظوا ياهنان أخواني الرسوبية عادة بقايا بقايا كائنات حية أحافير سميها أو المتحجرات لأن الظروف التي كونت هذه الصخور تسمح بحفظ الكائنات الحية بعد موتها وزام منها أو ما داع لاحظوا هاي الصورة مثلا مثلا هنا عندك جذع نخلة موجود هذه هنا مثلا عندك عظم للدين الصوب هنا مثلا عندك ورقة للشجرة موجودة داخل الصخور هذه مثلا عندك هنا حيوان الترالوبايت ثلاث الفصوص واحد اثنين ثلاثة ثلاث الفصوص زين هذه الحيوانات هي بالأصل موجودة لقوها يعني ويا الصخور زين بهذا الشكل بالتالي هذه الرواسب سمحت لهذه الكائنات الحية ان تنحفظ داخلها زين هنا هنا نقطة مهمة في علم البلورات يقول يندر ان تكون الصخور الرسوبية في حالم تودر فقط باستثناء الانهايدرايت والملح الصخري والجبس اللي هي الصخور الرسوبية الكيميائية ولكنها توجد على هيئة حبيبات متماسكة يعني الصخور بشكل عام هي حبيبات متماسكة زين غير متابلورة مثل الصخور النارية وكذلك المتحولة هنا نقطة مهمة الصخور الرسوبية تمتاز بوجود المسامات الفراغات بين الحبيبات وهذا العامل المسامات والبرمابولوتية النفاذية تعتبر هي كخزانات للنفوط والمياه الجوفية والغاز الطبيعي ولذلك يهتمون بهذه جماعة هندسة النفوط والجيولوجيين يهتمون بالصخور الرسوبية ودراسة الخصاص الفيزائية إلهمة المسامات النفاذية لأنها بالحقيقة يعني يهتمون بعامل يعني النفوط أو الغاز أو المياه التي تحتوي هذه الصخور زين الرسوبية مقاومتها للتجوية أقل من الصخور النهرية وتعرفون الأسباب الأسباب لأنه يعني الصخور النهرية تكون ذات هاردنس عالية صلابتها عالية دينسية دينس إتمالتها عالية يعني الخصاص الفيزيائية التابعة للصخور النهرية تكون عادة أقوى وأصلب من الأسباب الموع الشائعة مثل الحجر الرملي أو ساندستون مثل الحجر الجيري أو لايمستون ومثل البريشيا والفوسفات هذه الصورة للصخور الشوبية فتاتية لنوع الكونغلوموريت لاحظوا هذه نوع سامبر زغير هنا مآخ وهذه الكونغلوموريت عالية الكونغلوموريت تكون حجمها أكبر حبيباتها أكبر مكشف صخري ظاهر على السطح هذه الصخور الرسوبية نجي الآن ناخذ الصخور المتحولة النوع الأخير من الصخور الصخور المتحولة بالحقيقة هي تنتجين من النارية والرسوبية وكذلك المتحولة ممكن أن تتحول إلى متحولة مرة أخرى ورح نروح نشوف الأمثلة طبعا العوامل التي تأثر حتى تنتج لدينا الصخور المتحولة هي الحرارة وكذلك الضغط وكذلك المحالية الكيميائية النشطة الحرارة والضغط والمحالية الكيميائية النشطة شوفوا هس هذا مثلا مثال نعم مثال وهذا يوضح الضغط وشون يؤثر على الصخور ويحولها من رسوبية أو نارية هذه يقول يعني طبقة غير مشوهة لاحظوا هنا نجا يقول هذه المنطقة اللي هو السامبر هو نفس تلي بالأسفل تعرض إلى عمليات ضغط هنا بدأ يزداد الضغط لاحظوا ارتفعت المنطقة من الأعلى هنا بدأ يزداد الضغط أيضا ارتفعت المنطقة صار تشوه واضح جدا هنا شو يقول المنطقة اللي ما تعرضت للضغط ما تشوهت لكن هذه المنطقة بمنتصف تعرضت إلى تشويه وهذا التشويه بهذا الشكل الديفورم هذا ينتج عن تغير معدني تغير بالتركيب تغير بالنسيج الخاص بهذه الصخور اللي تعرضت إلى ستريس أو ضغط بالتالي تنتج أدنى النوع نسميه الصخور متحولة لاحظ هنا وحدث هذا التحول عندما تتغير الظروف الطبيعية والكيميائية التي تتعرض لها الصخور مما يجعل كثيراً المعادم يكون الصخور غير ثابتة للظروف الجديدة وبالتالي رح تتحول إلى معادن جديدة أكثر ملائمة للبيئة الجديدة واضح؟ زين يقول الصخور متحولة تتم عملية تحول المعادن بينما تبقى الصخور في الحالة صالبة أكيد هي دائماً الصخور تبقى صالبة لكن تتحول فقط الذرات مالتها أو يعني تحاول كيف نفسها للظروف الجديدة زين شوف مثلاً هاسه هذي هذي الصخور نوع أغنياس روكس يعني صخور نارية أغرانية نتيجة تعرضها إلى عمليات الضغط أو الحرارة أدت إلى تكوين صخور متحولة نوع نايس عدك مثلاً شيل أدت إلى تكوين صخور متحولة اسمها إلى سلت السلت نفسها هي متحولة ممكن تتحول إلى متحولة مرة أخرى اللي هي مايكاشست واضح واضح شوف هنا نتيجة يعني عمليات الضغط أو الحرار تؤدي إلى تحول في ذرات المادة أو المعادة وتحولها إلى صخور متحولة عمليات التحول لدينا اثنين تحول نسمي الكونتاكت ميتامورفزم أو التماسي أو الحراري هذا شون ينتج هذا ينتج نتيجة يعني مثلاً صعود الماغمة من خلال الطبقات الصخرية الأعلى حتى ينفذ للسطح وبالتالي يكون الجبال كل المناطق المجاور أو الصخور المجاور لخروج الماغمة عبرها تعرضها إلى حرارة جداً قاسية وبالتالي لابد أن تكيف نفسها مع هذه الحرارة وهذه بمعنى هنا تبدي هذه الصخور الرسوبية اللي موجودة في هذه المنطقة والنارية اللي ممكن تنوجد في هذه المنطقة القريبة بالتالي تتحول إلى صخور متحولة زين أخواني هذه اللي هو النوع التماسي أو الحرارة زين مثلاً هنا أنا ما أخذ مثال في حال الصخور الرملية يعني مثل تبلور الكوارتز الرملية تتكون من الكوارتز راح تتبلور إلى بلورات صغيرة متداخلة بعضهم بعض يكون صخر الكوارتز زيت اللي هو صخور متحولة هنا أيضاً منطقة أهمية إلى عامل الحرارة يقول لك مثلاً إذا كان عندك عنصر الحديد مع عنصر الكبريد راح ينتكون عندك البايرايت زين إذن الحرارة هي عامل مؤثر جداً النوع الأخير اللي هو التحول النطاقي سمونا أو الدايناميكي اللي هو original metamorphism هذا بالحقيقة يعني يكون على نطاق واسع جداً مثل تكوين جبال طوروس وزاكروس بالحركة الألبية هذه أو الحركات الألبية مثلاً تؤدي إلى تكوين الجبال هنا يبدأ يأثر بشكل واسع لأنه هذه الحركة راح تكون بشكل إقليمي نعم بالتالي تزداد الحرارة يزداد الضغط على مناطق كبيرة جداً ومنعدها راح يتكون عندنا الصخور المتحولة بعض أنواع الصخور المتحولة هو الكوارتزل والرخام والشيست والنايس وهذه أنواع مهمة عننا الصخور المتحولة بالحقيقة هناك تفاصيل كثيرة لكن حاولت قدر أختصرها أتمنى إن شاء الله استفدتم من هذه المحاضرة ونلتقي في محاضرة قادمة إن شاء الله تحياتي لكم جميعاً ترجمة نانسي قنقر